شكراً للزملاء وأهلاً بكم في النشرة الرياضية اختتمت بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولي للغولف الخامسة عشر والتي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للغولف بتنظيم من الاتحاد البحريني وبمشاركة 96 لاعباً من المحترفين والهوى من مختلف دول العالم وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوزة النادي وفوز اللاعب الامريكي كول مادي بلقب البطولة فيما فاز المغربي سفيان دحمان بفئة الهوى وتوج اللاعب أحمد محمد الزايد كأفضل لاعب بحريني في البطولة بعدما جاء في المركز العاشر ليتأه للبطولة العالمية الأوروبية للمحترفين الهيئة العامة للرياضة هي تسعة جائماً تكون الطرف الأساسي والرئيسي في إن جاء حي حدث يعني يكون على أرض المملكة خاصة أن هذه البطولة تحمل اسم سيدي حضر صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وبطولة 15 سنة ما استمر النسقة هذه متميزة عن البطولات السابقة لأنها عدد محترم فيها زاد تقريباً 40 محترف من أصل 76 لاعب فالعدل زاد والسبب إن البطولة الغادمة في البحرين في شهر فبراير بطولة البحرين اللي لها علاقة في ديبيوولد تور فتور الأوروبية إن شاء الله بيهي في شهر الثنين السنة اليائية فالبطل من هذه البطولة راح يشارك في البطولة الغادمة وهذا السبب اللي زادوا المحترفين الأربعين محترف ويمكن السنة اليائية بيكون أزيد بعد فرض نادي الحد التعادل على منافسه الخالدية بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة السابعة من دور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم وافتتح الخالدية التسجيل بهدف عبر لعبه دومينيك ميندي في الدقيقة الثانية عشر قبل أن يدرك الحد التعادل عن طريق محترفه جايكوس من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين ليصل الخالدية إلى النقطة الثالثة عشر متساويا مع الرفاع الشرقي في صدارة الترتيب فيما حصد الحد نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر وفي ختام مباريات الجولة حقق المحرق فوزا ثمينا على نظيره الحالة بهدفين مقابل هدف واحد قبل انتهاء الشوط الأول تقدم المحرق عن طريق سفيان مهروق في الدقيقة الثالثة والأربعين وعادل الحالة النتيجة عن طريق دانييل أشانتي في الدقيقة السادسة والسبعين قبل أن ينجح المحرق في الوقت القاتل بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء عبر لعبه أحمد الشروقي ليحصل النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس متساويا مع الحالة في سلم الترتيب حقق منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة المركز الثالث في الترتيب العام لفئة العموم بعد أن حصل ثلاثة ميداليات ذهبية وميدالية فضية ضمن منافسات بطولة العالم لفنون القتال المختلطة والتي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة الميداليات الذهبية جاءت بواسطة اللاعب قنبات محمدوف في منافسات وزن 77 كيلوغرام واللاعب غازي غازييف في منافسات وزن 93 كيلوغرام إلى جانب اللاعب سلطان جابيزوف في منافسات 120 كيلوغرام كما حصل اللاعب محمد شيخوف على الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كيلوغرام تمكن فريق بيت التمويل الكويتي من التتويج بلقب النسخة الأولى لدور الصم لكرة قدم الصلاة بعد فوزه على فريق بي ام ام اي بركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي اللقاء بتعادل إيجابي بهدف مثله وحصل اللاعب أكبر سلمان على جائزة أفضل لاعب في البطولة فيما نال سيد عدنان الوداعي جائزة الهداف وحصل خليل إبراهيم على جائزة أفضل حارس هذا وشهد حفل الختام مباراة استعراضية جمعت النجوم السابقين لمنتخب البحرين لكرة القدم والنجوم السابقين لمنتخب كرة الصلاة فئة الصم من الفئات التي تحتاج كل الدعم ما شاء الله فيه عندنا مواهب احنا في الاتحاد البحرين لرياضات الصم عندنا كذا فريق عندنا فريق كرة القدم للصلاة وعندنا ما شاء الله لاعبين موهوبين ومحترفين عندنا ثلاث من اللاعبين يشاركون في بطولات دوري الخليجي وشاركوهم بعد في الدوري المحلي في العام الماضي وحققوا المركز الثاني ما شاء الله عندنا فريق حق البولينغ عندنا فريق وعندنا لاعبين لعبون تاكواندو وعندنا قاعدين نحن نكون فريق حق الشترانج وماشيين على بغية الألعاب مستمتعين احنا جدا بالأجواء هنا في نهاي دوري الصم اعتقد احنا نحتاجهم اكثر ما هم يحتاجوننا اليوم مشكورين لدعواتهم حق هذه المباراة الاستعراضية اولا عطونا فيبز صار لنا فترة يمكن اللاعبين اللي موجودين مالتقيننا سواء اللي معاي في الفريق أو قدام الغدم كلنا اكيد اخوانه رابع هنا وجمعونا اليوم في هذا النهائي هما مشكورين على تنظيمهم على اهتمامهم بالصم واستحداث دوري لهم هذه بادرة ايجابية بالذات احنا كلاعبين صالات يمكن شوية متعصبين حق هذه اللعبة فاليوم وجود دوري صالات صاحب دوري دوري الاتحاد لكرة الصالات اعتقد هذه بادرة جميلة ان شاء الله تستمر اشتركوا في القناة